اهلا بكم الى موجز لأهم الانباء اقتحمت قوة الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم بلدة السيلة غرب جنين بمساندة وحدات خاصة وطائرة استطلاع في حين تواصل شرطة الاحتلال البحث عن منفذ عملة العاد قرب عاصمة الكيان الاسرائيلي وافد شهود عيان بان عشرات الدوريات العسكرية خرجت من معسكر سالم غرب جنين وحاصرت البلدة كما اغلقت كافة المداخل ادانت الولايات المتحدة الامريكية خطط الاحتلال الاسرائيلي بشأن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وقالت الخارجية الامريكية ان ادارة الرئيس جو بايدن تعارض بشدة توسيع المستوطنات مشيرة الى ان هذا الامر من شأنه ان يؤدي الى تفجر الوضع وكان الكيان الاسرائيلي قد اعلن عن بناء نحو 4000 وحدة استطانية في جميع انحاء الضفة الغربية المحتلة اعتبارا من الاسبوع المقبل يواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في اوكرانيا لليوم الثالث والسبعين على التوالي وسط اتهامات روسية لمن تصفهم بالقوميين الاوكرانيين باستخدام المدنيين كدروع بشرية في مجمع ازوفستال بمنطقة ماريوبول وهو الامر الذي تنفيه كييف بالتزامن مع ذلك تواصل القوات الروسية تقدم نحو دنياستيك ولوغانز وقالت وزارة الدفاع الروسية ان سلاحها الجويش النغارة على 27 موقعا عسكريا اوكرانيا واسقط سبعة مسيرات في المقابل قال الجيش الاوكراني ان قواته تمكنت من اسقاط 14 طائرة مسيرة روسية الى ذلك اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن عن حزمة جديدة من المساعدات الامنية التي ستقدم لاوكرانيا تضم ذخائر مدفعية وواردات ومعدات اخرى وقال بايدن ان بلاده ستقدم اسلحة ومعدات سمحا الكونغرس بارسالها مباشرة الى ما قال انها الخطوط الامامية للحرية في اوكرانيا واضف الرئيس الامريكي انه يتعين على الكونغرس تقديم تمويل المطلوب بسرعة لدعم اوكرانيا في ميدين المعركة وعلى طاولة المفاوضات مشيرا الى ان ادارته اوشكت على استفاد التمويل الذي يمكن استخدامه لارسال المساعدات الامنية اعرب مجلس الامن التابع للامم المتحدة عن بالغ قلقه فيما يتعلق بحفظ السلام والامن في اوكرانيا واعلن مجلس الامن الدولي دعمه القوي للامن العام الاممي انطونيو جودريش في سعيه الى حل سلمي يخص العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا حيث تم اجلاء خمسين مدنيا ضمن قافلة جديدة من مصنع ازوفستال ختام الموجز في امان الله اشتركوا في القناة